عقد مجلس القيادة الرئاسي أمس الأحد اجتماعا مغلقا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وفاد مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية لوكالة الأنباء اليمنية السبأ أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع المحلية بما في ذلك مسار الإصلاحات الحكومية والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل وإنهاء الانقلاب الميليشيوي الحوثي الإرهابي المدعوم من النظام الإيراني وأكد المجلس مضيه في دعم الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وتسخير كافة الإمكانات للتخفيف من المعاناة الإنسانية وضمان استمرار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والوفاء بالتزامات الدولة خصوصا فيما يتعلق بدفع المرتبات لموظفي الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن والمتقاعدين إضافة إلى البعثات الدبلوماسية والطلاب الدارسين في الخارج كما جدد المجلس التزامه بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا بما يكفل تحقيق تطلعات جميع المواطنين في استعادة مؤسسة الدولة والأمن والاستقرار والتنمية إلى ذلك عرب المجلس عن عظيم تضامنه وأصدق مواساته للشعبين السوري والتركي إثر الزلزال الذي ضرب الاثنين الماضي في مناطق متفرقة من البلدين الشقيقين مخلفا آلاف الضحايا من المتوفين والمصابين والمفقودين